اشتركوا في القناة القضاء على الردة والفتوحات الرجوع للكتاب صفحة رقم 28-29 نبدأ مع أهداف الدرس في نهاية الدرس يتوقع من الطالب أن يذكر أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة بالترتيب يبين دور الخليفة أبو بكر الصديق في القضاء على حركة الردة يوضح انتصارات المسلمين في فتح العراق والشام يقدر دور المسلمين في المعارك التي خاضها في الشام والعراق وشمال أفريقيا نبدأ بالنشاط التفاعلي التالي وهو عبارة عن كلمات متقاطعة سنحصل على كلمات لها علاقة بدرسنا لهذا اليوم السؤال الأول هو أول الخلفاء الراشدين لاحظوا الأحرف التالية لنتعرف على أول الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق أحسنتم أول الخلفاء الراشدين إذن هو أبو بكر الصديق السؤال الثاني ثاني الخلفاء الراشدين نلاحظ عمودي ثاني الخلفاء الراشدين وهو من المتوقع أن تعرف اسمه هو عمر بن الخطاب أحسنتم ثاني الخلفاء الراشدين هو عمر بن الخطاب ثالث الخلفاء الراشدين هو عثمان بن عفان أحسنتم رابع الخلفاء الراشدين من هو يا ترى رابع الخلفاء الراشدين فلنتعرف معا هو علي بن أبي طالب إذن رابع الخلفاء الراشدين هو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين عهد الخلفاء الراشدين فلنتعرف معا أعزاء الطلبة على متى بدأ عهد الخلفاء الراشدين طبعا عهد الخلفاء الراشدين ابتدأ بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ابتدأ منذ السنة الحادية عشر للهجرة إلى السنة الأربعون هجرية انتهى في سنة أربعين هجرية وابتدأ في سنة أحدعش هجرية أحدعش هجرية هي سنة وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وانتهى في السنة الأربعون هجرية بايع المسلمون الخليفة أبو بطر الصديق خليفة للمسلمين وقد كان المبدأ في اختيار الخليفة هو مبدأ التشاور في ما بينهم فلما اجتمع المسلمون وتشاوروا في ما بينهم لاختيار خليفة تم اختيار أربعة خلفاء ليكونوا خلفاء للرسول في حكم الدولة الإسلامية أولهم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثاني الخلفاء هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثالث الخلفاء هو عثمان بن عفان رضي الله عنه ورابع الخلفاء وآخرهم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عهد الخلفاء الراشدين راح نتكلم عن حدثين مهمين الفتوحات والقضاء على حركة الردة الفتوحات سوف نتطرق إلى فتح العراق وفارس إلى فتح الشام وآخر فتح مصر وشمال أفريقيا أولاً القضاء على الردة فلنتعرف على المقصود بالردة الردة هي حركة ظهرت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمسلمين دخلوا في الإسلام حديثاً وكانوا يعتقدون بأن الإسلام انتهى بعد وفاة الرسول فارتدوا عن الدين الإسلامي يعني كانوا مسلمين وأصبحوا غير مسلمين رجعوا عن الدين الإسلامي وعادوا إلى ديانتهم السابقة ظهرت هذه الحركة في عهد أبو بكر الصديق فبعد وفاة الرسول ارتدت بعض القبائل العربية عن الإسلام وادعى بعض أفرادها النبوة يعني هو يعتقد نفسه أنه نبي بعد وفاة الرسول أرسل الخليفة أبو بكر الصديق جيوشاً لمحاربة المرتدين بقيادة ثلاثة قواد مهمين إلا هم خالد بن الوليد والعلاء الحضرمي وعمره بن العاص نلاحظ في اسم احنا ما رعلينا في الدروس السابقة في صف الرابع إلا هو شخصية مهمة كانت لها الفضل في دخول أهل البحرين للإسلام حامل رسالة الرسول وهو العلاء الحضرمي وهو أحد القواد الذي حارب المرتدين في عهد الخليفة أبو بكر الصديق موقعة التي حصلت في حروب الردة هي موقعة عقربة وهي الموقعة حاسمة كانت في القضاء على المرتدين فبعد معركة عقربة نجح الخليفة أبو بكر الصديق في إعادة توحيد شبه الجزيرة العربية تحت راية الإسلام نلاحظ الخريطة التي أمامنا توضح الحملات الإسلامية التي قام بها القواد حملة عمرو بن العاص خالد بن الوليد والعلاء الحضرمي للقضاء على المرتدين نلاحظ أن جميع الحملات التي حصلت كانت خارجة من المدينة المنورة لماذا؟ لأن المدينة المنورة هي عاصمة الدولة الإسلامية في تلك الفترة فجميع الحملات ظهرت من المدينة المنورة حملة عمرو بن العاص كانت إلى دومة الجندل حملة خالد بن الوليد كانت إلى اليمامة أما حملة العلاء الحضرمي فهي من المدينة المنورة إلى البحرين فهي الحملة التي تم بها القضاء على المرتدين في البحرين نلاحظ خريطة خط سيرل على الحضرمي إلى البحرين محددين لأن موقع المدينة المنورة كما ذكرنا في الدرس قلنا أن المدينة المنورة ليش كل الحملات تطلع منها لأنها هي عاصمة الدولة الإسلامية المدينة المنورة ثم موقعة عقربة نبنحدد خط سير العلاء الحضرمي إلى البحرين كان من المدينة المنورة إلى البحرين وتم القضاء على المرتدين الجزء الثاني من الدرس راح نتكلم فيه عن الفتوحات أمر الخليفة أبو بكر الصديق بالتوجه إلى البلدان المجاورة لفتحها ما المقصود بفتحها؟ هل يعني عليها باب بنفتحها؟ لا طبعا بفتحها يعني دعوتها إلى الإسلام دخولها إلى الإسلام فكان الخليفة أبو بكر الصديق يقوم بحملات لدعوة الناس إلى الإسلام أهم المناطق التي قام بفتحها في تلك الفترة هي بلاد العراق وفارس المنطقة الثانية هي بادية الشام أو ما يسمى ببلاد الشام المنطقة الثالثة هي مصر وشمال أفريقيا نبدأ ببلاد العراق وفارس تم فتح بلاد العراق وفارس على مرحلتين في عهد أبو بكر الصديق تم تحقيق أول انتصار على الفرس في العراق بقيادة خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة الشيباني هذين القائدين هم الذين استطاعوا الانتصار على الفرس في العراق في عهد مين؟ في عهد أبو بكر الصديق هو أول خلفاء الراشدين المرحلة الثانية في عهد عمر بن الخطاب انتصرت الجيوش الإسلامية على الفرس في معركتي القادسية في سنة 16 هجرية ومعركة نهاوند في سنة 21 هجرية ننتقل إلى النشاط التالي مستعينا بمفتاح الخريطة لون بما يناسب الفتوحات الإسلامية في عهد أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب في البداية لازم نتعرف على الخريطة التالية التي أمامنا بقراءة مفتاح الخريطة اللون الأخضر القاتم يمثل الدولة الإسلامية في نهاية عهد أبو بكر الصديق الأخضر لأفتح توسع الفتح الإسلامي في عهد عمر بن الخطاب فلو لاحظنا أن الفتوحات الإسلامية في عهد أبو بكر الصديق كانت شاملة هذه المنطقة أما في عهد عمر بن الخطاب توسعت الدولة الإسلامية وأصبحت تشمل بلاد الشام مصر وشمال أفريقيا وفارس ننتقل إلى بلاد الشام أيضا بلاد الشام تم فتحها على مرحلتين في عهد أبو بكر الصديق انتصر المسلمون على من؟ على الروم والبيزنطينيين في الشام في معركة كانت تسمى بمعركة إجنادين سنة 13 هجرية واضح مرة ثانية في عهد أبو بكر الصديق المسلمون انتصروا على الروم البيزنطينيين في الشام في معركة إجنادين في السنة 13 للهجرة المرحلة الثانية من فتح بلاد الشام تمت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب انتصر المسلمون على من؟ على الروم البيزنطينيين في موقعة كانت تسمى بموقعة اليرموك في السنة 15 للهجرة واضح؟ ننتقل أيضا إلى فتح مصر وأفريقيا مصر وأفريقيا وشمال أفريقيا فتحها قائد مسلم واحد وهو القائد عمر بن العاص قد استطاع أن يفتح مصر بعدما فتح الإسكندرية في سنة 21 هجرية ثم توجه إلى شمال أفريقيا وفتح برقة وطرابلس غربا حدد على الخريطة مواقع المدن والمعارك التالية نهاواند اليرموك برقة طرابلس في شمال أفريقيا الإسكندرية في مصر وطبعا عاصمة الدولة الإسلامية هي المدينة المنورة لننتقل الآن إلى النشاط التالي نختر الإجابة الصحيحة بوضع العلامة صحف المربع المناسب أول خليفة راشدي بايعه المسلمون خليفة للرسول أول خليفة هل هو عمر بن الخطاب أو أبو بكر الصديق أو عثمان بن عفان الإجابة الصحيحة أبو بكر الصديق انتصر المسلمون على الروم والبيزنطينيين في الشام في السنة الثالثة عشر للهجرة في معركة الإسكندرية أو اليرموك أو أجنادين الإجابة الصحيحة هي أجنادين أمامك مجموعة من الأحداث التي حصلت في عهد أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رتب هذه الأحداث تحت عنوينها في الجدول التالي معركة القادسية الإنتصار على الروم معركة إجنادين موقعة اليرموك موقعة عقرباء فتح الإسكندرية ومعركة نهاونت معركة القادسية في عهد عمر بن الخطاب الانتصار على الروم في عهد أبو بكر الصديق معركة إجنادين في عهد أبو بكر الصديق اليرموك في عهد عمر بن الخطاب موقعة عقرباء التي كانت حاسمة في القضاء على الردة في عهد أبو بكر الصديق فتح الإسكندرية في عهد عمر بن الخطاب ومعركة نهاونت في عهد عمر بن الخطاب شكرا لحسن استماعكم أعزائي الطلبة نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم